والصلاة والسلام على سبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم العالم طبعاً هذه حلقة جديدة أو سلسلة جديدة من سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مؤسس الريف في كل أسبوع في يوم الأربعاء الساعة الحاضية عشر صباحاً بمناقشة ما يتحصل خلال هذا الأسبوع من مشكلات وشكاوة الناس من أجل معالجة هذه الشكاوة وإيجاد الحلول المناسبة له التي ترضي الناس طبعاً وفي هذه الاجتماعات طبعاً نحن نطلب تقارير من الأشخاص الذين قمنا بتسليمهم مهم كأمين المستودع والمرتب الإعلامي والمرتب الخارجي ومرتب الأحصاء ومرتب الشكاوة والمراقبة فأولاً سنطلب تقرير من أمين المستودع فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم تقرير هو عن المواد الداخلة والخارجي من المستودع من أسست الريف للإراسة تم توزيع 105 أكياس من الطحين لقرية المراني تم توزيع 800 كيس من الطحين لقرية خربة الجود والحمبوشي يد الأخ خالد الراعي وتم توزيع طحين للسائقين والعماء لكل شخص كيس تم توزيع مادة سكر طبعاً هي جد ما من عن طريق المؤسسي لكل شخص كيلو غرام لـ 17 قرية لم تحصل على السكر هذه القرى لم تحصل على السكر من الوارد بشكل عشوائي لريف اللاجقية تم توزيع القرى التي حصلت على مادة سكر بمعدد 1 كيلو غرام لكل شخص والذي تم توزيعه بشكل عشوائي وغير طريق المؤسس ومؤسس الريف هي مرج الزاوي، غالي باصور، الكارورة، الحمراء، عين الحور، القرمي، باشورة، أرض الوطى، المزغلي، السحاقية، الشمبر، وبرزي وتم توزيع حليب الأطفال لكل طفل بحاجة لهذه الكمية بمعدل علبي لكل طفل وعند الحاجة والسلام عليكم مشكلة وتم توزيع البلجكتوراة للمحاور كتائمة على الحدودية اشتركوا في القناة